صد عمارة. عزيزي المتابعي ومشاهدي مصراوي احييكم انا محمد صلاح مسؤول ملف الكهرباء بالموقع من داخل صلة التحرير في بس جديد اه احنا تمكن النهاردة هنتكلم في موضوع يعني ملايين المصريين او جموع المواطنين بشتى الفئات والمستويات بيكونوا بيترقبوا وبيكون شغلهم الشاغل انهما يعني ما يعني سيتم الاعلان عنه او ستشهده الفترة المقبلة يعني محور الحديث انه هو المفترض بحلول يعني يناير الفين اربعة وعشرين وبداية العام الجديد من المفترض انه يتم اعلان عن حكومة المصرية عن يعني خطتها الجديدة لمفترض زيادة اسعار شرائح الكهرباء بعد ما تم تأجيلها على مدار اكثر من تمنتاشر شهر يعني ما على مدار سنة ونص نتكلم بالتفاصيل المهم اللي انه احنا طبعا طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي وطبعا كان انه تم ارجاء يعني الاعلان عن زيادات اسعار شرائح الكهرباء المختلفة على مدار الثمنتاشر شهر الماضية نتيجة للأعباء والظروف الاقتصادية والاحداث اللي مرينا بيها وتأثرنا بيها ومش مصر بس العالم كله واللي كانت يعني بدأت بانتشار فيروس كورونا وبعد كده الازمة الاقتصادية اللي حصلت نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية والتبعات الاقتصادية اللي شهدتها بلدان العالم المختلفة كل ده كان ليه تأثير سلبي جدا جدا اضف الى ذلك انه تمكن عملية عدم يعني سبوت اسعار سعر الصرف ويعني نقص الامدادات البترولية نتيجة ليه قرارات منظمة اوبك اللي بتتحكم في الانتاج اليومي من براميل النفط كل ده يعني كلها اسباب ومؤشرات بيتقول ان الحكومة المصرية والدولة المصرية لم يعني تدر ظهرها للمواطنين بل سعت بكل ما تملك من خلال يعني الوزارات والجهات المختلفة لتحمل العباء الاقتصادية وخاصة وزارتين او تلات وزارات سواء بتكلم وزارة المالية او وزارة الكهرباء ووزارة البترول عشان نتكلم بانصاف شديد يعني تمكن الحكومة في ازمة كبيرة جدا خلال الفترة المقبلة احنا شايفين انه عدم وضوح الرؤية لاسعار سعر الصرف وكذلك طبعا عدم وضوح الرؤية امام اسعار الخام والغاز الطبيعي ده بيمثل عقبة كبيرة جدا جدا على الحكومة المصرية وبالاخص على جهاز تنظيم مرفع الكهرباء ووزارة الكهرباء اللي بيعكم في خلال الايام الحالية على وضع سيناريوهات الفترة المقبلة او العام الجديد احنا يعني عايزين نكون برضو بنتكلم بشفافية وموضوعية حتى تاريخ او حتى اللحظة اللي انا بكلم حضراتكم فيها لم يتم كل اللي بتقال وكل ما هو الا تكهنات وما هو الا سيناريوهات محتملة يعني انا كنت تواصلت مع مسؤولين في وزارة الكهرباء والطاقة المتيددة وكذلك مرفع الكهرباء السينيورهات بتعد بشكل مستمر علشان احنا فيه متغيرات بتطرق على الساحة يعني او على الدولة المصرية وطبعا ونتيجة او كحاجة على ارض الواقع وزارة الكهرباء طبعا يعني بتعكف من خلال الوزير والقيادات على يعني تعظيم موارد الدخل الخاصة بالوزارة احنا شوفنا تبقين خطة تقفيف الاحمال اللي يعني اعلنتها الحكومة المصرية منذ اشهر كانت بهدد ترشيد الاستلاك وتوفير ما يقرب من 350 دولار شهريا احنا كنا شوفين ليه كي تسد العيس في الازمة الاقتصادية طب المفترض ايه السينيوريهات اللي هتتم بالسينيوريهات انه مفترض يعني انه الكلام على انه بصفة ممكن اقول انا بصفة شخصية مش بتكلم عن انصال مصدر او معلومة مؤكدة ولكن من الواقع انه هيتم ممكن يعني اعلان زيادات طفيفة تستهدف يعني هتكون على الشرائح الثلاثة الاولين او اللي هم اللي بيمثلوا محدودة ومتوسط الدخل على ان يتم يعني زيادة سعر الشريحة اللي هي يعني اللي هم غالبية فيها اللي هم فوق اكثر من يعني الشريحة السابع اللي هو بيستهلكه اكثر من الف كيلو ولكن احنا مش عايزين نسبق الاحداث احنا شايفين الامور يعني تزداد صعوبة يوما تيلو الاخر احنا شايفين انه اسعار الدولار النهاردة يعني كما معلنة يعني ازمة اقتصادية بكل ما تحمله الكلمة ولكن يبكن الانتخابات الرئاسية وما ستشهده الايام المقبلة ربما تكون في حلول جزرية من قبل القيادة السياسية يبكن انه يعني انتظار انه في يعني يبقى تحرك سياسي او حرك سياسي يشمل تعديل او تغيير الحكومة او الوزراء وما خلافه يكون في يعني وضع حلول جزرية لبعض العقبات او بعض الحاجات احنا مش عايزين يعني نقول او نحبط الناس ولكن احنا بنعيشكم الواقع بحزافيره احنا بنقول انه وزارة الكهرباء او وزارة المالية او قبلهم القيادة السياسية كانت يعني قرار الست شهور مد فترة الدعم كان المفترض 2025 ولكن تم زيادته ثلاث سنين لينتهي بحلول الفين ثمانية وعشرين الست شهور اللي فاتوا دول من يونيو الفين ثلاثة وعشرين حتى يعني نهاية العام الجاري ديسمبر الفين ثلاثة وعشرين الحجم الدعم اللي تتكبده الحكومة المصرية يعني يفوق ال 13 مليار جنيه لانه برضو كل حاجة للأسف مرتبطة بي يعني او بالاخص سعر انتاج او تكلفة انتاج سعر الكيلو وات ساعة اللي بيتم انتاجه ده مرتبط على عدة اسس اولها اه يعني اسعار النفط والغاز الطبيعي ثانيا اسعار سوق الصرف اللي هي بتتغير بتغير الساعة احنا مش للأسف الناحية الاقتصادية فيها الصورة تبقين اه مش واضحة ولكن يعني ان شاء الله بازن الله يكون هناك حلول لصالح المواطنين اه محدودة ومتوسط الدخل من خلال يعني اتخاذ اجراءات تصب في مصلحة اه يعني الجامعات الحتة اللي انا عايز اتكلم بها واختم بها انه هو برضو زي مع الحكومة دور لازم على المواطنين النهاردة دور انا عليك مواطن النهاردة انا شايف انه شركات التوزيع الكهرباء اللي مسؤولة عن استمرارية وجودة الطاقة الكهربائية اللي بتقوم بتوصيل وتغذية التويار الكهربائي اللي بيقرب من اربعين مليون مشترك اه على مستوى الجمهورية النهاردة شفنا انه في شبكة الكهربائية قوية جدا 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 شفنا تمكن ان انقطاعات معلنة وقطة التخفيف واضحة والهدف اعلناه واحنا اتكلمنا سابق عن الاسباب اللي قالت او ادت الى اتخاذ الدولة قرار تخفيف الاحمال اه ولكن احنا زي ما اه يعني اللي علينا برضو علينا علينا ان احنا النهاردة للأسف ظاهرة سرقات الطيار الكهربائي والفقد اصبح اه يعني عملية صعبة جدا 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 وتهدد استقرار وزارة الكهربائي والطاقة المتجددة للأسف في بعض السرقات الطيار الكهربائي في بعض الشركات يعني ارقام مخيفة احنا اللي بكلم في جنوب القاهرة الرقم كان اربعين ولكن تمكن مجهودات الجبارة اللي وزت من رئيس وقيادات الشركة على مدار الاشهر الماضية نتيجة سياسات يعني تم يعني تدارك اخضاء الماضي قالت انه هو تنزل لتسعة وعشرين في المية برضو فيه طفرة بتحصل فيه شركات زي شركة البحيرة واحنا عندنا طبعا الحصان الاسود واللي هو يعني زي ما بيطلق عليه نمبر وان في قضاء الكهربائي شركة القناة لتوزيع الكهربائي اللي بتشهد طفرة كبيرة جدا جدا في عمليات توصيل واستقرارية التغذية الكهربائية والبحث عن يعني حلول جزرية على الرغم انه في بعض المشاكل اللي بتصطدم بشركة القناة كونها نطاقها الجغرافية بتضمن المناطق زي سياحية زي البحر الاحمر وشرم الشيخ بالاخص واللي انه يعني لأسف في بعض المستثمرين مش عايز اقول ممتنعين ولكن يعني الاستجابات بتكون طفيفة في سداد مستحقات الكهرباء بانتظام يعني وكنا قلنا احنا وكتبنا على موقع مصراوي انه في بعض المبادرات اللي طرحتها شركة القناة الكوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامة بواردة ورئيس فضاعات الشؤون التجارية والمالية واللي هم عقدوا لقاءات كبيرة مع المستثمرين في جنوب سيناء والبحر الاحمر كانوا بهدفها انهم هم تسهيل عمليات سداد المستحقات بانتظام كل ده بينعش خزينة وزارة الكهرباء احنا عايزين قبل ما يعني انا عايز اقول برضو لحضراتكم احنا بنتكلم بارقام فعلية وواقعية انه الاستهلاك الكهرباء من المازوت والغاز الطبيعي تمكن شهريا بيكلفنا ما يقرب من عشرين مليار جنيه الرقم كبير جدا جدا اللي وزارة الكهرباء بتقوم بسدادة او تتصلت على السدادة وما يقرب من اربعة لخمسة مليار طبعا العبء هنا مش معناه انه في فشل وزارة الكهرباء ولكن انه للأسف تأجيل زيادة سعر الاسعار اشراح الكهرباء المختلفة ده عمل عقبي كبير جدا جدا على وزارة الكهرباء والطاقة المتيددة اضف الى ذلك ان احنا المحور الهام والرئيسي زيادة سرقات التيار الكهربائي وللأسف انه في بعض الناس بتلجأ لي عمل ممارسات ممكن يكون استهلاكه جنيه ولكن الممارسة تعمله ربع جنيه او برقم بخص جدا لا يتناسب مع الاستهلاك ولكن بدأت شركات التوزيع تتخذ اجراءات قوية جدا 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 وهي تعميم تركيب العدادات مسبقة للدفع لاحكام السيطرة ومنع اي مجاملات او منع اي تعدي على يعني مهمات الكهرباء اتمنى لحضراتكم ان شاء الله باذن الله يوم سعيد وعلى تواصل دائم باذن الله شكرا